استجابة لنداء رئيس الجمهورية الهادف إلى لم شمل أبناء الوطن الواحد من أجل ترك ما سبق من خلافات ونزاعات مسلحة أو غيرها فشهدت البلاد عودة العديد من العسكريين والسياسيين الذين كانوا في المنفى لمدة طويلة جاء ذلك عقب نداء رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو الذي تعهد من خلاله ببناء شات حديثة ومزدهرة فإن اتفاقية الدوحة ومن بسق منها كتنظيم الحوار الوطني الشامل والسيادي والذي مهد الطريق لاعتماد مشروع الاستفتاء تسوري بخيار شعبي صاحق كانت دفعة قوية لإعادة مجموعة مسلحة تتخذ في السابق من المجهول مقرا لها وهي تضم كل من المعارضة المسلحة لاتحاد القوة من أجل الديمقراطية والتنمية EFDD وكذا المجلس الديمقراطي السوري CDR هزان الكتيبتان عادتا إلى شرعية للمشارقة في عملية التنمية الوطنية كما أنها تعتبران أول ثمارا للجمهورية الخامسة حيث تعهد قارة القوة بجلب جميع أبناء الوطن الواحد إيمانا منهم بأن الإدماء العسكري يعد نموذج التكامل للإصلاحات الدستورية والقانونية بالإضافة إلى سياسة الوحدة الوطنية والمصالحة العامة وبمثل هذا يأمل الشعب الشادي بلم فرقائه ونبز الصراعات العسكرية والسياسية ما دامت الجمهورية